اشتركوا في القناة في مجال التسويق الالكتروني فقبل ان ادخل معك في صلب الموضوع فكما ترى معنا هناك فيديو وصل الى 150 يعني تخطى 150 اعجاب لذلك واجب علينا سحب الفائز بالجائزة التي تبلغ قيمتها 103 دولار والتي هي النسخة الاحدث من برنامج سنايبر برو اكس 3 فان شاء الله سوف نقوم بعد الشرح بسحب الفائز فعن طريق موقع comment speaker الخاص باليوتيوب فكما ترى وضعت الرابط هنا وفي نهاية الحلقة بعد الشرح مباشرة سوف اقوم بسحب الفائز بهذه الجائزة فنذهب مباشرة وندخل في صلب الموضوع ألا وهو ركز معي جيدا أين تتركز الأرباح بالضبط في مجال التسويق الإلكتروني وتابع معي أول شيء يجب أن نتطرق إليه ألا وهو أن الأرباح الصغيرة تأتي من الحجم بينما الكبير من معدل النمو حتى أبسط لك الأمور فنفترض أنه لديك مثلا قناة يعني قناة على اليوتيوب أو صفحة على فيسبوك أو حساب على الإنستغرام أو على التويتر به مثلا عشرة آلاف فولوورز فعشرة آلاف فولوورز التي تمتلكها أنت أصلا أو قائمة باردية لديك فيها عشرة آلاف يعني متسجل هي مصدر الأرباح البيزيك يعني أرباح بيزيك وهذه الأرباح البيزيك تكون دائما صغيرة التي تعود عليك بها قناتك أو تعود عليك بها قائمتك الباردية أو حسابك على تويتر لكن الأرباح الكبيرة والطفارات لا تأتي إلا من معدل نمو جي آر فمعدل النمو هو ببساطة مثلا كم تنمو كم عدد المتسجلين الإضافيين في قائمتك الباردية في كل شهر مثلا أو في كل أسبوع أو في كل يوم فمعدل نموك الشهري هو الذي يحدد هذا الأمر هو الذي يحدد الطفارات في الأرباح وأتمنى أن تعمل معي عقلك لتفهم هذه المسألة جيدا لأنه بمجرد فهمك لها ستتغير رؤيتك الأمور وإذا تغيرت رؤيتك الأمور سوف تتغير طريقة تصرفك وطريقة عملك وهذا سينتج عنه بطبيعة الحال تغير في عائداتك وفي نتائجك فأتمنى أن تفهم هذا الأمر الأرباح يعني الصغيرة دائما تأتي من يعني البيزيك الذي لديك والذي هو حاليا مثلا معدل المتابعين أو المتسجلين في قائمتك الباردية لكن الطفارات في الأرباح التي نراها كل شهر تأتي من معدل نمو أي أنه هذا الشهر إذا كان لديك معدل نمو عالي في قائمتك الباردية أو في حسابك تويتر أو في قناتك عن اليوتيوب فسوف تكون هناك طفرة في الأرباح فركز دائما خلاصة قولي في هذه النقطة ركز على معدل نمو وعلى رفع معدل النمو كل شهر لقناتك لقائمتك الباردية لحسابك تويتر أو لصفحتك فيسبوك أو لحسابك أنستغرام أنت وعلى ماذا تركز لكن سوف أركز لك في نهاية هذا الشرح على مربع الفارس النقطة الثانية أن أس وأساس مشروعك وأرباحك هو الطاطة التي تمتلكها فركز على هذه المسألة سواء كان لديك قناة على اليوتيوب كما أقوم به أنا بالضبط كانت لديك قناة على اليوتيوب كان لديك حساب على تويتر صفحة على فيسبوك أو أي شيء فركز على بناء الضاطة حتى أسطر عليك علي الضاطة ركز على بناء الضاطة من أي شيء تعمل عليه يعني رجاء أن نركز على هذا الأمر لأنه يؤلموني يؤلموني أن أرى أشخاص وإخوة يعني يفقد قناة على اليوتيوب بسبب يعني هاك أو قرصنة أو ما إلى ذلك فيفقد معايا يعني عمله بأكمله يعني يجيب عليه العودة إلى نقطة الصفر بينما إذا كانت لديه ضاطة وإيميل ليستوما إلى ذلك فيعيد بناء قناتين في 48 ساعة أو أسبوع على أقصى تقدير فلذلك ركز على أن تجعل محور مشروعك هو جمع الضاطة فيسبوك والشركات الكبرى وكل مواقع التي نراها الآن تركز على جمع الضاطة فلا تغفل على هذا الأمر اجعل أنت محور البيزنس الخاص بك الضاطة ثم الضاطة ثم الضاطة المسألة التالت أو النقطة التقنية التالت التي أود أن أتكلم عنها هي أمن مشروعك على طول الطريق ومهما حصل من متغيرات وبماذا ستؤمن مشروعك على طول الطريق بجمع للضاطة إذا حصل أي شيء لن يؤثر عليك إذا يعني أنتم لعل تلاحظون خلال مسيرتي أحيانا أغيب بالشهور ولا أهتم بقناتي على اليوتيوب يعني لا أهتم بصفحتي على الفيسبوك أتركها يعني مهما لا كذلك حسابي على تويتر لكن يعني في نفس الوقت الإيميلات دائما ترسل الطاطة دائما تشتغل لأنني أعرف أن 95% من الأرباح توجد في الطاطة بينما القناة والفولورز والمتابعين مثلا على كافة شبكات تويتر فيسبوك ومجورا هي يعني مجرد 5% يعني شبه لا شيء من الأرباح الحقيقية مع العلم أنني أعمل على عدة قنوات وعدة حسابات وكل هذه الأمور لكن أجعل ذلك كله يذهب نحو الطاطة لأحافظ على ما حصلت جيد الآن عفوا خلاصة القول أقوم بمس هذا وخلاصة القول خلاصة القول أس الأمر وأساسه هو مربط الفارس أنه في أي شيء تعمل عليه الآن مثلا أي شبكة اجتماعية أو واجهة كانت أو موجودة الآن أو ستظهر مستقبلا أنت تعمل بالدرجة الأولى على جمع الفولوورز لذلك حول أي واجهة لديك كوسيلة لجمع داتا خاصة بك لا تترك فيسبوك يستفيد من الداتا وأنت لا تستفيد أي شيء منها لا تترك تويتر يستفيد من الداتا وأنت لا تستفيد أي شيء منها كذلك الانستغرام وكافة الواجهات فحول كل المتتبعين لديك على أي تواجهة سوى أن كانت قناتك صغيرة أو كبيرة حسابك على تويتر أي أن كان حجمه أو صفحتك على الفيسبوك حولهم إلى داتا حتى تحافظ عليهم ومستقبلاً سوف نتكلم عن سلسلة كبيرة من استراتيجيات استغلال الداتا وتحقيق الأرباح من الداتا فهذا أمر هام للغاية فالداتا أكبر مصدر في نظري في الوقت الحالي وفي الماضي لاستخراج الأرباح من الأنترنت فدائماً كنت أقول إذا كنت كنت ستستمر عمرك في شيء فاستتمره أقول يعني كتجسيد لمضمون الداتا في التسويق عبر البريد الألكتروني لكن الداتا سواء كانت بريد الألكتروني أرقام هواتف أو أي صيغة ستخلق مستقبلاً فاستغرأ يعني عفواً استتمر وقتك في تعلم التقنيات التي تجعلك تابت في السوق ولا تجعلك من المتغيرات نتخيل مثلاً أنه مثلاً اليوم إنستغرام ناشط جداً تخيل غداً سوف يسيطر مثلاً شبكة أخرى لن نعلم اسمها ويصبح يعني الإنستغرام أو الفيسبوك أو غيره في عدد الموتى يعني مثل ما حصل مع الماي سبيس ومثل ما يحصل مع عدد من الشبكات الاجتماعية الآن فأمن نفسك رجاءً أمن نفسك لا تترك نداء هذا خاص لأي شخص لديه قناة يوتيوب تعرفه أن يؤمن نفسه ببناء قائمة باردية حتى لا يقع في أي كارثة مستقبالة فأتمنى أن تكون هذه المسألة واضحة وأعلم أن أنكم ستقولون في التعليقات money is in the list نعم وهذا كان ولا زال وسيبقى إن شاء الله لأنها لأنه إذا جئنا لندروس الفلسفة يعني الفلسفة التقنية للداتا فالفلسفة التقنية للداتا كلها تدل على امتلاك المعلومة ومن المعلومة هنا هي عبارة عن داتا لنكون واضحين وأرجو أن تفهمني بعمق على امتلاك المعلومة وامتلاكك للمعلومة التي هي الضاطة يعني امتلاكك للأرباح بالدرجة الأولى أتمنى أن تكون هذه الفكرة التي تكلمت عنها يعني جد 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 واضحة وأتمنى أن أكون ألا أكون قد أطلت عليك وأمر مباشرة لسحب المسابقة الخاصة بالفائز في هذا الفيديو الذي ترى الكورس تدريبي المفتوح للسواق عبر البارد الألكتروني وكذلك أذكرك أنه في هذا الفيديو الذي تشاهده الآن أنه في حال تجاوز هذا الفيديو الذي تشاهده الآن 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 في حال تجاوز 150 إعجاب سوف يتم سحب فائز بجائزة قيمة أو ثلاثة دولار والتي هي النسخة الأحدث من برنامج سنايبر برو إكس ثلاثة فللمشاركة أيضا والفوز بنسختك ضع إعجاب وتعليق الآن لهذا الفيديو أما إذا كنت لم تحمل نسختك من برنامج سنايبر كوميونيتي فأدخل فقط على الرابط الأول الموجود في وسائل الفيديو وحمل نسختك مع الكورس الخاص بها نمر الآن لسحب الفائز نضغط على load comments في موقع الراندوم commentpicker.com جيد لاحظ معي ثم نضغط على pick the winner نسحب الفائز الفائز هو الأخ ياسين برو أرى دائما سبحان الله تعليقاته جيد فالأخ ياسين برو فقط تواصل معي على الإيميل الذي تجده في وصف هذا الفيديو فقط أدخل على الوصف ستجد إيميل contact at binmuhmedi dot org تواصل معي في ذلك الإيميل حتى أسلمك إن شاء الله الجائزة ومعها شيء آخر يبقى مفاجأة إلى أن تتواصل معي والإخوة الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الفيديو فهناك عدد من الفيديوهات في هذه القناة تعود فقط خمس فيديوهات إلى الوراء ستجد أنها كلها تحمل مصابقات شارك في تلك المصابقات ضع تعليق أو تعليقين أو ثلاثة تعليقات يعني لمضاعفة حضوضك في الفوز ومختلفة ليست نفس التعليقات وإن شاء الله يعني أتمنى التوفيق للجميع وستستمر معنا إن شاء الله هذه المصابقات وأحب أن أخبركم أنه اقترب إن شاء الله موعد إطلاق البرنامج الجديد Traffic 24 أو بالفرنسية Traffic 24 فهو برنامج سيعجبكم للغاية وهو يدخل ديمناسي التسويق على الشبكات الاجتماعية وإن شاء الله سأوافقكم بالمزيد من المعلومات عنها خلال هذا الأسبوع في فيديوهات هذا الأسبوع إضافة إلى إجابات وشروحات وأشياء تفيدكم للغاية أذكر في نهاية هذا الفيديو يعني بشيء هام رجاء خاص من الأخو والأخوات أن الأسئلة الأسئلة في التعليقات أما أما الطلبات فهي هنا على واتساب يعني حتى نتلقى كل شيء في مكانه الأسئلة في التعليقات والطلبات على واتساب أشكركم على حسن متابعتكم يعني سررت بهذا الوقت الذي أنضيته معكم في هذا الفيديو أراكم في فيديو قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر